بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك جاء به ليبين أنه صلى الله عليه وسلم جعل مانعا يمنع من يقرب حول التوحيد حماية محكمة ولم يدعي الأبواب مفتوحة يرج إليها من شاء ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك الدليلان الأول والثاني وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات لقد جاءكم أكدت بثلاث مؤكدات القسم المقدر واللام وقد من أنفسكم أي بشر من أنفسكم ولكن تميز عليكم بالوحي وفي قراءة من أنفسكم بفتح الفاء أي أشرفكم وأتقاكم عزيز عليه أن يشق عليه ما يشق عليكم ولهذا بعث بالحنيفية السمحة حريص عليكم باذل غاية جهده في مصلحتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر أي بغير المؤمنين شديد قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فإن تولوا أي أعرضوا ولم يقل فإن توليتم لأن التولي مع هذا البيان مكروه ولتنبيه القارئ فغير الضمير حتى ينتبه فقل حسبي الله أي لا يهم منك إعراضهم وقل بلسانك وقلبك حسبي الله بيوتكم قبورا أي لا تدعوا الصلاة فيها ولا تدفنوا فيها عيدا أي لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك سواء انقيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع وإنما يزار لسبب كما لو قدم من سفر أو لتذكر الآخرة وصلوا عليه فالصلاة من الله تعالى الثناء عليه في الملاء الأعلى تبلغني لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام فلا داعي للمزاحمة أمام قبره صلى الله عليه وسلم الدليل الثالث وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة فيدعو كونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية يفتح بابا ووسيلة إلى الشرك أين كنتم المراد صلوا علي في أي مكان كنتم ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلموا علي وتصلوا علي عنده المسائل الأولى تفسير آية براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد لا تجعلوا بيوتكم قبورا الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته آية براءة الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال فزيارته فيها سلام عليه وحقه أعظم من غيره الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة السادسة حثه على النافلة في البيت السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب قال علي بن الحسين ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر